إياك أن تستهين بأحد أو أن تستصغر أحدا وعامل الكل بالتقدير والاحترام وضع ميزان لأصغر تصرف أو كلمة يمكن أن تؤذي وأن تؤدي إلى عواقب وخيمة كن فطنا لصغار الأمور حتى لا تؤدي إلى كبارها ويقول لبتين الشعر لا تحقرن صغيرا في مخاصمة إن البعودة تدمي مقلة الأسدي وفي الشرارة ضعف وهي مؤذية وربما أضرمت نارا على بلدي يا جماعة متستصغرش الأذى متستصغرش الكلمة ده سيدنا النبي بيقول إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار سبعين خريفا متستصغرش الأذى لأنه قد يؤدي إلى عواقب وخيمة وتعالوا نشوف هذا المقطع اللي يجسد المعندة تصرف صغير ممكن ما تلقش إله بال بس ممكن يهدم كل شيء ممكن يقتل إنسان من الأذى والأسى الذي سببته له بكلمة